ما انرمت العاصفة يوهان شباكها على الساحل اللبناني حتى كان صيدها ثمينا مراكب صيد حطمتها الرياح واخرى كان مصيرها الغرق الاضرار كانت كتير يا عنا بالميناء شخاطير كتير غرقيت هلأ طبح شاله كمان وحده وفيش خاطير غرقاني بره بلعون البحر هذه الاضرار فرضت على وزير الاشغال العام والنقل غازي زعيتر جورة تفقدية على مرافق الصيادين ومن مرفأ الازاعي وعد بمتبعة الملف مع الهيئة العليا للاغاثة في بعض الموانئ حقيقة اذا ما استكملت الاشغال فيها ما بقدر سميها موانئ للصيادين معالي الوزير كيف اليوم عم توعدوا الصيادين بكل المرافق يلي جزرتوها باصلاح متضرر بسبب العاصفة واليوم الحكومة ما عم تنعقد يعني في مشكل بالحكومة اول شي امطمنك ان المشكل في الحكومة لا ان شاء الله بينحل او محلول بالاحرى يعني في مرفأ جل البحر المراكب التي نجت من رياح يوهان هي فقط التي تمكن الصيادون من رفعها الى الكورنيش لذلك كانت مطالبة وزارة الاشغال برافعة خاصة بالمرفأ اشت بشكل مش طبيعي مضل لباب لا كرسي لا عدة الموتارات اشت هاتير كلها بعدها بقلب المايلات كلها كسرة العدة البواب كلها جوه ما ضل شي يعني اشت ساعة مش طبيعية مرفأ عين لمريسي اكل نصيبه ايضا من رياح العاصفة التي يقول الصيادون انها الاقوى منذ سنوات عدة المعاناة في مرفأ الدورة لا تقتصر فقط على اضرار يوهان فورشة اعادة تأهيله متوقفة الامر الذي يلحق الكثير من الضرر بحركة الصيادين مشهد الاضرار في مرفأ دار لمريسي الجسر صورة مطابقة عن المرافق الاخرى هان الشخطير فوق بعضها كلها بس مربطينهم يعني اوقات بتتكسر هي ومربوطة ولا عدة شباك والمعدات كلها بتنزل بالماء كلها ما بيضل الا القفة بس فاضية ليست المرة الاولى التي يتلقى فيها الصيادون وعودا بالتعويض عليهم وليست المرة الاولى ايضا التي يزورهم فيها وزير او مسؤول فهل تكون المرة الاولى التي يصدق فيها هذا المسؤول؟ اشتركوا في القناة